مددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي في معتقل عوفر اعتقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي لستة ايام تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بحجة استكمال اجراءات التحقيق السعدي اكد للصحفيين خلال محاكمته ان مندوبين من الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر قاموا بزيارته مساء امس في سجن عوفر واستمعوا منه الى ظروف اعتقاله الهمجية من قبل قوات الاحتلال من جهته او من جهة اخرى قال نادي الاسير الفلسطيني ان ما تسمى بلجنة الاعتراضات العسكرية ارجأت اصدار قرارها بشأن قضية الاسير نائل البرغوثي على ان تصدر القرار خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى واوضح نادي الاسير ان محامي الاسير البرغوثي طالب بالافراج الفوري عنه وفي المقابل طالبت نيابة الاحتلال مجددا ان تقوم بعرض ادعاءاتها بشأن اعتقاله